أذهب إلى ضيفي من ألباما سيد ديفيس سيد ديفيس لماذا تمثل الاتهامات الحالية في جورجيا أخطر ملاحقة قضائية يتعرض لها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كيف يمكن أن تؤثر إذاعة تلك المحاكمة علانية على شعبية الرئيس السابق ترامب حسنا شكرا أولا لدعوتي في برنامجكم إن هذا سؤال معقد للغاية لأن هناك نظام ديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية وبالنسبة لمن يؤيدون ترامب فإنهم يحاولون مناصرته وإذا تم عرض هذه المحاكمة في التلفاز أمام الجميع فهذا سيجعلهم يعلمون أن هناك خطر على مرشحهم الجمهوري القادم لذلك فقد يكون هناك الكثير من الاترابات في هذا الوقت وإن هناك الكثير الذين يعلمون أن ترامب لديه حملة انتخابية وهو يحاول أن يستخدم الميديا الحرة وسائل الإعلام الحرة حتى ينشر كل ما يريد أن ينشره وأعتقد أن الأمر مثير جدا لأن رئيس ترامب سيقول شيئا على تويتر وقد يكون هذا الشيء مضحق للغاية وهو له تصريحات غريبة بالفعل ولذلك فإنه مع وجود هذه المحاكمة فسنجد أن هناك الكثير الذين يدعمونه وستزيد من شعبيته بشكل كبير ولذلك فإن الأمر معقد للغاية وهو ما زال يلوح في الأفق هل سيتم انتخابه أم لا لأن هناك الكثير الذين يؤيدون حملته والكثير الذين يرفضونها ضيفي الكريم من أرباما سيد ديفيس نتحدث الآن عن حرية الرجل في إبداء رأيه فيه على مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص على تويتر أليس هذا الأمر انتهاكا لحرياته لحرية التعبير في الولايات المتحدة وهي بلد الحريات في العالم لا كل أحد لديه الحرية أن يعلق ويقول رأيه ولذلك فإن الجميع لديهم الحرية ولديهم أن يحددوا قراراتهم ولذلك فهذا هو الهدف الأسمى من وسائل الإعلام ومن السوشال ميديا والكل يكتب رأيه مع ترامب أو ضد ترامب هذه هي سمة الولايات المتحدة الأمريكية ولا أعتقد أن هناك خرقا لديمقراطية والحرية في الولايات المتحدة الأمريكية وأننا في الحقيقة ليس علينا أن ننكر أن هناك بعض المشكلات التي تحدث ولكن هذا يعتبر أمر عارض وليس أمر عام ولدينا الإيمان والأعتقد بأن الجميع لديه الحرية ومن بينهم ترامب له حرية أن يقول ما يقوله في السوشال ميديا ونعتقد أيضا أننا نفهم ما معنى الديمقراطية ولن نستطيع أن نقول أن أحدا عليه بعض الحواجز أن يقول ما يريد أن أقوله لأن ذلك سيخلق مجتمعا منقسما وأضعف مما عليه حتى دول العالم الثالث نحن نحب ونود أن نظل أكوياء